طيب هنا مؤكد خلاص احنا سبقنا وقلنا هو اتفق معنا. امتا كده بتاع النهاردة. اه. اه. لأ. بس انا عايز اقول ايه. اه. هو ممكن يجي يقول لك ايه. بس انت دلوقتي بتقول كده عشان. الظرف ان انت يعني اتعامل فيك هذا الكلام بس انت ماخدش بتطبق. احنا من اول يوم احنا عندنا حتة الملاءة المالية والسلامة المالية. ان احنا بنصرف على قدر ميزانياتنا. مش صحيح ان احنا كنا بندي اكبر عرض. مش صحيح ان احنا كنا بندي اكبر عقب. مش صحيح. لكن كنا بنعمل اكبر دخل للعيب. ليه? لان كنا احنا بقى نعرف نسوقه. نعرف نعمله اعلانات. نعرف من خلال اه هذا اللاعب وزملائه نجيب بطولات. نعرف من خلال الليحة اللي بنحطها له. نحط له حوافز مجزية. نعرف انه ندي له حقه بالكامل. وعلى فكرة. اه كابتن مين اسامة. مين قال ان اسماعيل ما كانش عنده موارد مالية. ما المعلب الكبير رحمة الله عليه عثمان احمد. عثمان ده كان ايه? ده كان ايه? قال عثمان اللي ضحوا بعمرهم وصرواتهم. في مساندة هذا النادي وفي اه دعمه المستمر. اه الدنيا بتتغير كان يجب ان يتطور امر العملية التمويل الذاتي. لازم بيستمرار بقى فيه افكار بيستمرار تجدد هذا الامر. لكن مين قال ان في الزمالك عنده فلوس. اه 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 الترسانة عنده محلات وعنده بتاعه. رغم ان انا اشفق على الترسانة في اللي هي فيه. لكن مؤكد ان هناك اه حلول للخروج من هذا الامر. اه النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي قاله السنة اللي فاتت. واللي قبليها تنطبق عليه كل اه شروط اه رخصة الاندية المحترفين. اه. واه اه استاذ اسامة دور وشوف اذا كان هذا الكلام صح ولا لا اذا كنا احنا مش صح برضو قلنا. اه هو ده. هو ده طريقة الحوار. انما الناجة يقولك انت انت بيتفسد. كلام سهل جدا وعيبي تقالي.